السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحياكم الله يا اهلا وسهلا بكم. في درس مهم جدا لكل مصمم موشن غرافيك وكل شخص مهتم في العمل على برنامج افتر فكت افضل بلاقينين يختصون عليك الوقت والجهد ويحاولون فيديوهاتك من فيديوهات عادية او من تصاميم فيديوهات موشن غرافيك عادية الى فيديوهات موشن غرافيك احترافية على برنامج افتر فكت. راح نشرح بهذا الدرس كيف نستفيد من البلاقينين بلاقين وراح نشرح كيف تثبتهم بشكل بجاني على برنامج افتر فكت مدى الحياة. معي نهاية الفيديو. ويلا بنا نبدأ بعد الفاصل. يا حياكم الله من جديد يا اهلا وسهلا بكم. كما عودناكم كل فترة فترة نزل فيديوهات خاصة في المونتاج والتصوير والموشن غرافيك والتصميم والذكاء الاصطناعي. اليوم راح نشرح اهم بلاقينين يستخدوهم محترفي الموشن غرافيك. عندنا اسمه وعندنا موشن تولز. هذو الافضل بلاقينين يستخدوهم مصممي الموشن غرافيك. المحترفين راح نشرح اول شي وكيف نستفيد منه على برنامج افتر فكت. هي عبارة عن اداة. فهذا الاصدار يعتبر من افضل اصدارات اللي هو آآ بوينت زيرو يعتبر افضل اصدارات الآن حاليا والاكثر استخدام بين مصممين الموشن غرافيك. اول حاجة عندنا ثلاث تقسيمات لهذا الاداة. منها التقسيمات اللي نشوفهم فوق واللي في الوسط والاسفل. راح نشرح اللي فوق. اللي فوق هي تتحكم في الحركة الارتدادية او نوع الحركة على كل عنصر. انا اسوي له حركة على افتر افكت. خلنا نقرب مع بعض. نقفل الآن اكستوردر. نخلي على جنب هذا مكان. وبعدين راح نبدأ بشرحه. خلنا نروح الآن على موشن تولز. ركزوا معي شوي عشان نفهم مع بعض اداة موشن تولز وكيف نستفيد منها. انا عندي مثلا حركة للعنصر. تمام? على افتر افكت. الآن لو عم اسوي لها سكيل. بهذا الشكل. وسوي حركة. اضيف كيفريم لسكيل تمام? خلقها كبيرة وبعدين تزغر معنا داخل مشروع. طيب. واخليها مثلا الى مية بالمية. بهذا الشكل. الآن لو اشغل الحركة لاحظ معي. عادي نشوف الحركة طبيعية جدا. هذا الاشي يش فيدني موشن تولز بهذا النقطة? يفيدني اني اضيف حركة ارتدادية لعنصر الدماء يسقط هذا الشكل. تمام? الآن لو حدد الكيفريم بهذا الشكل. واختار اول خيارة اللي هو تمام? هذا الشكل. راح يضيف لي حركة ارتدادية لو اشغل الان من جديد. يا سلام. لاحظ معي. هذه الحركة ارتدادية نشوفها دائما في فيديوهات الموشن كرافيك. اذا نفهم انه الان يضيف لي حركة ارتدادية لاي عنصر عندي. سواء كان هذا العنصر او او اي عنصر انا اسويله حركة اقدر احولها الى حركة سلسة ونعمة وارتداد بسيط ناعم لاي او لاي حركة عندي على برنامج يفترك تلاحظ معي. لو اجيب دائرة عادية مثلا فرضا دائرة. ارسمها هنا. خلسمها برة عشان ما اصير ماسك. ماذا الشكل? تمام? واضيف لها حركة مثلا من الاعلى الاسفل. تمام? بهذا الشكل. خلونا نجيبها من الاعلى نسويلها من الاعلى الى الاسفل. طبعا نخلو الانكربوينت في الوسط. طيب. خلونا نخلي لونها احمر. تمام? راح اسويلها خليها تسقط لحول الاسفل بهذا الشكل. طيب نجيب الها الان خليها تسقط للاسفل بهذا الشكل. تمام? فرضا راح تجيي من برة يعني برة الفيديو هذا الشكل. لو شغل الان راح نلاحظ انه ما في حركة ارتدادية. هذا سقوط عادي. لو اضيفة الان اللي هي اللي قبل شوي اضفناها راح تسوي لي حركة ارتدادية تمام? لاحظ معي. خلونا انا نقرب شوية مسافة عشان صار حركة سريعة. بهذا الشكل. يا سلام. نلاحظ معي الحركة ارتدادية ناعمة للعنصر صارت معي حركة ناعمة مثل ما شوفه مع بعض وهذا الشي راح يفيدنا بشكل كبير على على افترافك وفي صناعة الفيديوهات الموشن اقرفك الاحترافية. طيب في عندي خيار ثاني اللي هو عبارة عن حركة نقدر نقول للاشياء الصلبة. لاحظ معي هنا حركة ناعمة. هنا شوي تكون حادة شوي ارتداد بسيط. لو الان احدف التأثير اللي انا اضفته على هذا الاشيب لاير. الان ما في تأثير خلنا نشوف تأثير البوينس. شوف لاحظ معي. هنا ما في اي ارتداد للعنصر لو روح اجيب خيار البوينس. واضغط ضغط واحدة. راح الاحظ معي يضيف لي حركة مختلفة عندنا اللي قبل شوي. اه لاحظ معي اهتزاز بسيط لو اسوي زوم. خلنا نسوي زوم بس. شغل. اه حركة للاشياء الصلبة مثلا عندي نقود. اشياء صلبة عشان يكون حركة بزيائية واقعية. يعني ناصر على افتر او الاشياء اللي انا شغل عليها عشان يكون في شي واقعي. فاعطاني ايش حركة? الاشياء الصلبة يعني ارتداد خفيف مو شي يعني اه يسقط ثم يرتد بقوة زي الكرة القدم زي الاشياء اللي في ها يعني هواء بالون او كذا. فهذه الاشياء الصلبة مثلا تسقط مثلا يسقط شي من فوق اه حجر او صخرة او مثلا نقول نقود نستخدمها في بيديوهات الموشن غرافيك. اي شي يسقط من فوق مثلا لو نسوله تأثير اه تأثير حركة ايش حركة يكون اه حركة للاشياء الصلبة. فهذه راح نستفيد منها في الاشياء الصلبة. طيب الخيار اللي بعده الخيار اللي بعده هو عبارة عن تكرار للحركة. كيف يعني? الان مثلا انا احدد الكيفريمين واضغط ضغط واحدة بسيطة راح يكرر لي الكيفريمات. لاحظ معي. بدلا اما راح اكررها وانسخها فهو يكرر ليها ويسألها ارتفاع ونزول لاحظ معي يعكس الحركة ويكررها. فاقدر استفيد منه. مثلا انا كررت الكيفريمات هذه وحددتها. فيروح يكرر لي الكيفريمات نفسها. وهذا الشكل يصنع لي يعني تكرار للحركة بهذا الشكل نزول وطلوع للحركة ويعكس لها. فالان فهمنا الاول هو اضافة حركة النعمة الثانية هو اضافة حركة صلبة الاشياء صلبة. الثالث هو اضافة او تكرار الكيفريمات وعكس الحركة. طيب عندنا الاشياء بنفسجية هاي هي. هذه تفيدني في تحديد ايش يعني. الان ايش نعرف انو هي مركز الحركة يعني ما انت تحدد الان كار بوينت راح يكون مركز الحركة وبدأ الحركة عليها. مثل عندي هذا عنصر اللي قبل شوية انا اضفت له تمام. راح يكون مركز الحركة في الوسط تمام? لو انا اجيي العب في الان كار بوينت وخليها مثلا هنا بهذا المكان. راح تبدأ الحركة من الزاوية. اي يبدأ يظهر من هذا المكان. لو اشغل الان نروح على الحركة نفسها طفي من هنا تمام لاحظ معي راح تبدأ الحركة من وين تبدأ من من مكان لو اجيب العزاوي من هنا راح تبدأ الحركة من هذا المكان اشغل الآن من جديد لاحظ معي تحول المكان تحول اتجاه الحركة من هذا المكان وهذا الشكل انك تعرف انه عايز اكتفهم انه هي تتحكم في مركز الحركة لو ابدأ من هنا راح تبدأ الحركة من اسفل هذا الشكل. فالانكر مهم جدا انك تحدد مركز الحركة. عشان عشان هذا الشيء وفرت موشل تولوس عدة ادوات تحدد لك مركز الحركة ومركز انكر باي عنصر انت شغال عليه. مثلا انا شغال على الشهادة. والانكر موينت والان في الزاوية. مباشر لو اضغط فقط ضغط الزر واحدة. على على المربع اللي في الوسطة هيجيب لي على وسط العنصر. لاحظ معي. بطريقة احترافية وموزونة دقيقة مئة بالمئة. عشان انت ما تروح تجيب الانكر مويت بيدك وتروح تحاول شوف وين مركز الدائرة او مركز العنصر. فهذا الشيء ما راح يكون دقيق مئة بالمئة. لكن من خلال اداة موشل تولز بضغط الزر واحدة راح تحدد الانكر مويت بالوسط بضغط الزر واحدة وبخلال ثواني. حتى لو كان عندك عدة كيفريمات وشغال عليها تحددها كلها. مثلا نفس الدائرة. وبضغط الزر واحدة راح هو يحدد لك الكيفريم حقاتها وتشتغل عليها. وهذا الشيء راح يساعدك بشيء كبير في سرعة الشغل على افتر الفيكت. الان راح لو اشغل راح تبدأ الحركة من من الوسط. ونفس الطريقة لو انا عندي دائرة الان رسمتها خلالنا نسلم دائرة خارج خارج الا او مربع مثلا اي شكل عندك خلالنا نجيب مثلا مربع او مستطيل شكل سداسي تمام. الانكر مويت وين خارج الدائرة بهذا الشكل. واروح اجيب شكل ثاني خلالنا بشكل ثاني. وارضا يكون نجمة. ونشوفه الانكر بوينت وين راح تكون هذي بالوسط موجودة. مثلا تكون اخر مضعها بذا المكان. تمام. الاه لا يحدد الشكلين بهذا الطريقة. واجيب الانكر واضغط ضغط الزر واحدة راح اجيب الانكر بوينت في الوسط. وهذا الشيء راح يساعدني بشكل كبير في سرعت اليتاجية على افتر افكت بحيث ان احدد مكان ومركز الحركة على افتر افكت تمام? طيب الانكر بوينت مثل ما اتفقنا انه هذي تحدد الانكر في الوسط. انا مثلا جيد الحدد واخلي اتجاه الحركة من فوق اخلي من الزاوية هذه او من الزاوية اللي على اليسار بهذا الشكل راح يحدد لي مركز الحركة والانكر من اليسار او من الوسط في هذا المكان او من اسفل راح يحدد لي مكان الانكر بوينت بهذا الطريقة ان اقدر احدد مركز اقدر احدد مركز الحركة من اي من اي جهة او من اي اه زاوية انا احتاج ها من خلال وهذا الطريقة اضمن سرعة الانتاجية وسرعة العمل على افتر افكت وللأي عنصر شغال عليه ولأي شغال عليه وللأي شغال عليه لقسمة ثانية خلصنا منه وروح القسمة الثالث عندي هذا القسم كذلك هذا مهم جدا على افتر افكت انا قبل شي سوى الدائرة هاد الدائرة خلونا نحذف منها الكيفريمات خلو بسر الكيفريم الاول طيب هاذا اش تفيدني الان مثلا عندي يا شباب ويا مبدعين مثلا خلونا نحذف الاطراف بس عشان نفهم اكثر عندنا اشياء تكرارية انا مثلا حابة كرر اللير هذا اكرره في اه ليلة مفصل عشان سوي حركة تتابعية او حركة تكرارية انا بالعادة ارح اسووها بشكل يدوي بهذا الشكل وروح اجيب بهذا الشكل عشان سوي حركة اه تتابعية للعناصر ودائما هذي نشتغلها في فيديوهات الموشن غرفك عشان سوي حركة اه تكرارية لو اشغل راح اللحظ انه مو كل المسافات يعني اه دقيقة مية بالمية حابة اقول لك انه الان هذه الاداء اللي اسمه موشن توز وفرت لك هذا الشي بضغط الزر واحدة وبشكل دقيق ومع حرية اختيار جهة بدء الحركة والحركة التكرارية الان لو اكرر هذه الليارات تخلي مثلا ستح ليرات عندي هذا الخيار راح يساعدني بانشاء حركة تتابعية للاي اه لير انا شغال عليه ومسويله كيفريم احدد هذه الليارات كلها تمام احددها كلها من اول الاخر اللي عايز اسويلها تتابع حركة تكرارية تمام مباشر اروح على هذا الخيار اللي اسمه اه سيكونز تمام من هنا يعطيني خيارات الخيارات اللي تهمني هذه الخيارات اللي هي اوفست وستيب اوفست هي عدد المسافة بين كل لير ولير عشان تبدأ الحركة التتابعية انا راح اخليها مثلا هي راح تكون بالكيفريم الواحد يعني كم راح يكون راح يكون جزء كل ثانية فيها خمسة عشرين كيفريم راح يكون الكيفريم واحد يعني جزء من اجزاء الثانية يعني الثاني واحدة عندنا في اربع عشرين كيفريم حسب انت الشغال عليه في بعض الناس تشتغل على الستين كيفريم بالثانية فانا الان شغال على سيكونز اربع عشرين كيفريم في الثانية تمام راح اخليها مثلا ثلاثة كيفريم تبدأ الحركة التتابعية وهنا وين عايز تطبق اخليها العايزة تطبق على لييرين لييرين مثلا لييرين لييرين تبدأ عليهم الحركة هذا لييرين او ليير ليير او ثلاثة ليير ثلاثة ليير يبدأون تطبق عليهم تأثرة الحركة انا راح اخذها على ليير ليير ونشوف مع بعض لو اضغط الزر واحدة واحدد كيفريم في هذا الشكل واختار سيكونز يا سلام لاحظ معي سوالي حركة تتادية للدائر لو اشغل الان حركة مرتدادية تتابعية عفوا لو اشغل الان لاحظ معي صارت الحركة تتابعية ودقيقة مية بالمية طيب انا عايز عايز الحركة تبدأ من الاسفل الى الاعلى بسيطة تروح على هذا الخيار ضغط الزر واحدة راح يحول لك الحركة من اسفل الى اعلى او يقلو ايها عشوائية بهذا الشكل. انا لا انا عايزها من اسفل تبدأ من الاسفل من الكيفريم اللي في الاسفل الى الكيفريم اللي في الاعلى. مباشر بس حددت مباشر بس حددت نوع الحركة وتضغل سيكونس راح يبدأ لك يحولك ايها من الاعلى الى الاسفل. شغل الان. بدأت الحركة من الاسفل بهذا الشكل. وهذا الطريقة راح تساعدك بشكل كبير في صناعة حركة تبوعية لاي عنصر عندك او عندك او لير عندك بطريقة بسيطة وسهلة على برنامج افتركي. طيب انا عايز ارجعهم كلهم على نفس المسار بحيث يتحركون في نفس المسار. اقول لك بسيطة على ما راح يصعب عليك شي. ضغط الزر واحدة على هذا الخيار راح يراجع كل راح ترجع كل الكيفريمات عندك على مكانها الطبيعي ووضعها الطبيعي وتقدر تحكم فيها من جديد. طيب انا عايز الان اطبقها على ثلاث ليرات موجودة عندي او ليرين تمام بهذا الشكل. انا الان راح اطبق على ليرين ليرين يصيبهم الحركة التتابعية. مباشرة اضغط الزر واحدة هذا الشكل راح يشوف لاحظ معي ليرين ليرين صار تطبق عليهم الحركة التتابعية. لو اشغل الان اشغل كيف نعم عشان شوف كيف الحركة. تمام لاحظ معي. يعني صار عندي ليرين ليرين يشتغلون مع بعض. طيب اصدقائي روح القسم الرابع من ادوات موشين تولز. عندنا وعندنا ميرج وعندنا ادنولز. راح نبدأ من اليسار اليمين عشان هو ترتيبها صار كذا على موشل توز. ادنول مثل ما نعرف انه هي عبارة عن طبقة تتحكم في كل اللي انت تتحددها. تحددها. مثلا عندي هذه اللييرات كلها مع بعض انا عايز اتحكم فيها من لاير واحد عشان نوفر مساحة على الكمبيوتر وما نضغط على رامات الكمبيوتر. مباشرة اضيف ادنول لكل هذه اللييرات. راح يضيف لي النول واحد اقدر اتحكم فيه في كل اللييرات هذه الموجودة عندي. مثلا انا عايز اضيف فقط لاير واحد تقف على اللير بدون ما تحدد الليرات الثانية معه واضيف ادنول. راح يضيف لي نول فقط خاص في اللير اللي انا اشتغلت عليه واقدر اتحكم فيه من خلال الطبقة اللي انا حددتها تمام. هذا الشي راح يساعدني بشيء كبير فيه اختصار الوقت بدل ما انا اروح اضيف ادنول من الطريقة التقليدية اللي نعرفها على افتر افكت بهذا الشكل. بعدين نجيب ونربط الليرات مع بعض بهذا الشكل. ونربطها بالنول اللي احنا انشأناها. لا يا حبيب اقول لك انه عن طريق مش تلتوز. بطغط الزر واحدة بدل ما تروح تلف كل اللفة تتحدد على اي لير او على اي ليرات انت تتحددها ويضيف لك نول آآ ويضيف لك آآ نول ابجكت وتقدر تتحكم في الليرات اللي انت شغال عليها تمام. طيب. هذه الخطوة انتهنا منها. الروحة اللي بعدها اللي هي ميرج. ميرج نعرفها في الكل تقريب برامج او دوبي هي عبارة عن دمج او جمع. حتى انت شغل على في خيار اسمه ميرج اي جمع في واحد او جمع الطبقات في واحد. طيب انا عندي عدة ليرات او اعة مشاريع عدة اشياء اشغال عليها. الان اقدر اجمعها في واحد بحيث انه يجمع لي كل اللي الارات في اللي واحد. وضغط الزر واحدة على هذا الخيار راح يجمع لي كل اللي الارات في اللي واحد. الان راح تختفي عندي كل اللي نyahدتها وصارت في واحد تمام? شوف الاحظة مع بعض. هي عبارة عن لايرات صارت من ضمن لاير واحد. ما هي اه ما هي يعني يعني بحيث لو اضغط عليها راح افتح لي تحته الملفات. لا. راح تصير لاير واحد يعني طبقة واحدة ما نقدر تدخل عليها جوه. طيب انا عشاء ارجعها كيف ارجعها. وفرت موشل دولس خيار انك تقدر ترجع الليرات مثل ما كانت على وضع الطبيعي بضغط الزر واحدة وهو الخيار اللي بعده اللي اسمه اكستاركت. بهذا الشكل لو اضغط علي ضغطه زر واحدة راح يرجع لي الليرات اللي انا دمجتها وخلتها في واحد الى وضعها الطبيعي حتى لو اشتغلت بعدها اه مئات الحركات ورجعت وحددت هذا الخيار مباشر راح ترجع لك الطبقات الى وضعها الطبيعي وتفصلها عن وضعها اللي انت حددته واشتغلت عليه عن طريق طيب شباب القسم الاخير اللي هو الان عندي هذا العنصر هو عبارة عن اه زمام انا عايز احاوله عشان اتحكم فيه اكثر على الخيارات اروح على الخيار من كريت اضغط على كريت اه رايح يحاول لي بهذا الشكل تمام يصير اسمه بدل ما يكون هو تمام بهذا الشكل ويحاول لي شكله فانا بدل ما اروح لفة لفة هذي كلها من خلال ضغط الزر واحدة رايح حاول ليه طيب انا بعد ما حاوله راح تظهر عندي مشكلة لو اصغر الان سوي راح تظهر عندي مشكلة وهو فيه اي مساحة راح تصير عندي مساحة كبيرة يعني ما اعرف انا كيف تحكم فيها لحظة معي الاطراف اللي ظهرت من هنا راح تصير عندي مساحة كبيرة فيها العنصر عشان اتخلص من هذا اه عشان اتخلص من هذا المساحة الزايدة عشان اقدر اتحكم بشكل اكثر حرية اضغط زر واحدة على راح يحذف لي هذا المساحة ورجع ليها على وضع الطبيعي لو اكبر الان راح ترجع ويرجع المربع او المقاسات ترجع على مقاس الطبيعي يحذف لي الزائد عن المساحة المحددة بضغط زر واحدة من خلال من خلال اه الاداء اللي وفرتها موشل توز طيب اصدقاء لانت هنا منشرح موشل توز روح على الثاني وهو مهم جدا يكون موشن محترف يشتغل على مهم جدا انه يمتلك هذا ويشتغل عليه مدى الحياة على برنامج هذا بانقي توفر منه اصدارات مجانية واصدارات مدفوعة الان اوفركم هذا الاصدار بالشكل مجاني مدى الحياة الان انا عندي مثل ما اشوف مع بعض عندي الان عدة اه اشياء عدة اه عناصر هي عبارة عن عناصر فلات لو احدث هذا الان لاحظوا معي كلها هي اشكال عادية فلات تمام هي ثري دي تمام حتى لو فعل خيارة ثري دي على افتر افكت واتحكم في الواي والاكس ما اللحظ فيه عمق للعنصر ولاحظ هنا عبارة عن اشياء عادية او عناصر عادية ما فيها شي يدل على انها ثلاثية لبعض تمام يعني هذا الان كيف راح حوله لثري دي فانت عشان تحول ثري دي تحتاج عدة خطوات على افتر افكت وهذا الخطوات تكون يعني تاخد منه وقت طويل عشان يعني ايش تحولها وتكرر ليرات في فوق بعض وتاخد منك وقت طويل وتضغط على الكمبيوتر بحيث انه اذا كمبيوتر ضعيف ما راح يعني يتحمل هذا الشيء تمام كيف راح ساولي عمق ودبث من خلال هذا البلاجين انا راح حدد اه مستوى دبث لو اخلي عشرة مثلا واحدد على الموبايل بهذا ضغط بهذا بهذا الشكل واضغط بهذا الشكل راح يحولي الى وضيف له عمق مع تفعيل ما نسا نفاعل خيار طيب الان نروح نشوف الان كيف اه صار معي طبعا اللحظة انه صار مركز الحركة صار على اليمين اسحب بهذا الشكل او مركز تمام الان لو اتحكم فيه بهذا الشكل لاحظ لاحظ معي كيف العمق صار للموبايل وعشان اضيف يعني خلفية للموبايل من هنا مثلا عايز اضيف خلفية لموبايل اه ما تكون بهذا اللون يعني عايزة تكون عشان ايش يعطيني اه واقعي اكثر الموبايل ادخل على ادخل على البرو كومبزيشن اللي يسوا افكت اكستوردر اللي كرر اللييرات وسوا لي منها مجموعة ليرات متعددة او طبقات متعددة فوق بعضها لاحظ كم لير سوا ليه عشان ايش يسوي لي اه زي دي ويسوي لي عمق للموبايل عشان اضيف خلفية للموبايل اروح على اخر اللير واروح اجيب اسمه فل عشان يعطيني لون الخلفية او لليل من لون واحد عشان اتحكم فيه ويعطيني واقي اكثر الموبايل اول الله اللي هوا ثمنطاش واختار الان لون الخلفية. لو اتحكم في الان نشوف الخلفية لونها احمر. لونها احمر. خليها مثلا من اللون الاحمر الغامق عشان ايش يعطيني تجانس مع لون الموبايل. ارجع على المشروع لاحظ معي. صار معي خلفية لونها احمر. عشان ايش يعطيني اكثر تفاعل واكثر واقعية للموبايل. اخلي في الوسط. اروح اجيب الاكس والواي وشوف كيف راح يكون معاي بهذا الشكل. نقدم قدام. لو الان اسوي روتيشن للموبايل راح يكون معي على شكل تري دي. لاحظ معي مستوى العمق. ايه او اقرب الان. هذا العمق اللي نشوفه الان مع بعض شوف هذا العمق. ما كان موجود قبل. لكن من خلال هذا نقدر نسوي عمق للاي عنصر عندنا نشوف لاحظ. طبعا انا مستخل العمق عشرة لكن تقدر ان تتكبر العمق اكثر. في تحويل المشروع الى مشروع او الشيبلير الى ثلاثة الابعاد بطريقة سهلة وبسيطة. لاحظ. لاحظة الجمالية. يعني هذا اللي انا كنت عايز اشرحه لك انت كمصم تحتاج انك دائما تسوي فيديوهات او دائما تسوي اشياء ثلاثة الابعاد خاصة للموبايل لما يدخل من تحت لفوق او من يمين يسار وتكون داخله فيديو ويظهر بشكل ثلاثة بعد هذه الداية ما نشوفها في فيديوهات موشنجرافيك بهذا الطريقة. المكبرة نشوف مع بعض نفس الموضوع لو فعلها تري دي. واتحكم في الاحظ انها عبارة عن فلات عادية ما فيها اي عمق ولا تمام. لو الان من خلال احدد المستوى العمق عشرة او خمسة عشرة او خمسة حسن ما انا اعايزة مثلا خليها خمسة او خمسة عشرة فاتحكم في هذا الشكل راح يضيف لي عمق للمكبرة بهذا الشكل. خلنا نشوف الانكرومنت خليه في الوسط بهذا الشكل. الان اتحكم في الاكس والواي تلاحظ معي صار لي في عمق للمكبرة تحولت من فلات عادية الى اه الى عنصر ثري دي له عمق اقدر تحكم في كل زوايا بطريقة احترافية. لو اروح على على الشهادة العادية هذي شهادة عبارة عن فلات عادية ما فيها اي اه عمق واحدد مثلا الخيار الثري دي. واتحكم في الاكس والواي لاحظة انها عادية ما فيها اي عمق ولا اي اه اشيد انها ثري دي. واشوفها عادية جدا. وضغط زر واحدة من خلال هذا الخيار وانا محدد على اللير. واضغط اكستردر رايح حوليها للثري دي بهذا الشكل ويضيف لها عمق مثل ما اشوف مع بعض. الان راح ننتقل على المرحلة مرحلة تثبيت الموشن تولز وتثبيت بلاجين بطريقة مجانية. طبعا انا اترك لكم الرابط رابط الملفات في وصف الفيديو وراح الان ابدأ بشرح تثبيت البلاقينين. راح اقفل الان و احذف البلاقينين من عندي عشان نبدأ انثبتهم من الصفر مع بعض. راح اقفل الان المشروع. هذا الشكل. الان نروح على احذف البلاقينين. هنا من الواجهة. تضغط كليك يمين. تفتح موقع بعدين تطلع على فوق هتلاقي شي اسمه سكريبتز. تروح على سكريبتز تروح كل الافكتات او البلاقنات الاضافية على انا المثبتها. هذي احذفها الان. تمام? وهذا اللي هو راح احذفه. وهذا الامجحة خاصة فيه والايقون الخاصة فيه. تمام? الان انحذفتهم لو ارجع الافتر ما راح الاقيهم ما راح اشتغلهم معي عشان بس اعلمكم ان الان لو اشغل ما راح الاقي لا ولا هذي موجودة خالص نهائي. ولا الاكستوردر. بعد ما تنزلون طبعا الملف. بعد ما تنزلون ملف اللي انا اترككم فيها الرابط راح يظهر معكم بهذا الشكل تمام? هذا مجلد موشن تول وهذا مجلدة 3D. اول سين راح نبدأ بتثبيت موشن تول. تمام? اول خطوة نفتح هذا نفتح مجلد موشن تول بعدين نروح على افتر افكت زي ما قبل شوية فتحنا مع بعض. نروح على بعدين نفتح موقع الملف. بعدين نروح على اه مجلد اسمه هذا هو بعدين نروح على ثالث خيار لهو نضغط اوكي بعدين راح يظهر معنا هذا القائمة مباشر اضغط كليك كنترول سي انسخ اول سخ عن طريق بعدين انسخ بعدين اجيبها على نفس المجلد اللي انا فتحته قبل شوي. يفتحنا مع بعض اللي هو من الفات افتر افكت اضغط كنترول بي او اضغط لصق من لوحة المفاتيح بهذا الشكل. هنا يطلب من اقول لك هل تعطيه اذن المسؤول تعطينا اذن المسؤول راح ينسخ معي ويللصق بهذا المكان ونشوفه مع بعض مش ملتوس طيب نروح الان نفس الطريقة على مجلد اكستوردر اللي هو ثري دي راح انسخ المجلدين مع بعض بهذا الشكل. تمام? نسخ بعدين الصقهم بهذا المكان بهذا الشكل. وراح يطلب مني اذن المسؤول اعطيه اذن المسؤول للمجلدين. وراح ينسخ معي بهذا المكان بهذا الطريقة. تمام? الان خلصنا من الخطوة اللي مع بعض خطوة التثبيت روح نفتح ونتأكدها لها اه يعني تثبتت على افتر فكت. وفي خطوة مهمة جدا انا شرحتها قبل لكن اكررها كل مرة لانه اغلبنا راح ينساها. هي اعطاء الاذن بتثبيت البلاغنات والسكريبتات الخارجية من خلال الاعدادات افتر فكت. طيب راح نتأكد منها اول شي قبل ما نفتح اي مشروع روح على ادت من ادت على بريفرانسز. تمام? روح على سكريبتينج. سكريبتينج. نضغط اي ضغطة واحدة اخر شي تقريبا هذو. نعلم على خيار اسمه افتر فكت. هل يعني اعطاء الاذن الافتر فكت بثبت البلاغنات الخارجية. تمام? اشوف انا معلم عليه. انتم ممكن تلاقونه امو معلم عليه. تمام? يعني اعطاء الاذن بتفعيل البلاغنات الخارجية والسكريبتات الخارجية على افتر فكت. تمام? راح تعلم عليه بهذا الشكل. تعطي اوكي. راح يشتغل معاك. الان تأكد من البلاغنات اني نشوفها اشتغلت عندنا. نفتح الان مشروع جديد. فرضا مشروعنا اللي كنا قبل شوي شغالين عليه. وين راح نلاقي? وين راح نلاقي البلاغنات او السكريبتات بعد ما انا تبتناها? من ويندو. ننزل اسفل قائمة ويندو هذا الشكل. راح نلاقي اكستوردر هذا هو ثري اكستوردر ثري دي اكستوردر فري. وموشن تولز تتبت معا هذه موشن تولز وهذه اكستوردر راح نتأكد منها هل تشتغل معنا او لا. ضبط وحدة. يا سلام هذي اشتغلت معاي. اللي هي اضافة او سكريبتة ثري دي. لابن راح لانا تأكد من موشن تولز. اللي هي خاصة في تسريع مشروع واعطانا الكثير من الادوات الجاهزة. موشن تولز. وهذه هي اشتغلت معاي. والف مبروكة عليكم بلاغين اكستوردر الثري دي الخاص في التحويل اشكالي ثري دي. و بلاغين وسكريبت موشن تولز بطريقة مجانية مدى الحياة. ويا صديقي اذا اعجبك هذا المحتوى لا تبخل عيناء بالشير واللايك ومشاركة هذا المحتوى مع اصدقائك. واشترك في القناة وتفعيل زر الجرس لاني مهتم كثفي ادوات التصوير والانتاج والاخراج والمونتاج والموشن غرافيك والتصميم والذكاء الاصطناعي. كالعادة اترككم روابط البلاغينات والاضافات في وصف الفيديو. في الختام سبحانك الله وبحمدك اشهد والله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.